وفي ملف الحوار الوطني قال المنصق العام للحوار ضياء رشوان قال إن مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الثاني ثمن القرارات الجمهورية الصادرة بالعفو الرئاسي قبل وبعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني موصين باستمرار إصدار العفو الرئاسي عن كل من لم يقترف جرائم مرتبطة بالعنف وبالدماء أو بالتحريد عليها وأضاف المنصق العام للحوار الوطني أنه تم الاتفاق على تركيز المناقشات على ثلاثة محاور هي المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي فاللجنة ثمنت هذه الإجراءات وناشدت وتأمل أن يستكمل السيد رئيس الجمهورية قراراته بالعفو الرئاسي عن من لم يقترف دما ولم يشارك ولم يحرض ولم يخرج وده يعني كان بإجماع آراء أعضاء النجلس الأمنى النقطة التانية وده أيضا يعني خخزت وقتا طويلا في النقاش المادة تمنتاشر وحضراتكم عارفين لاجت المادة دي زي ما قلنا عليها من شوية هي المادة اللي بتحدد اللجان النوعية واللجان الفرعية انتهينا بشكل واضح فيما يخص فيما يخص هذه المادة استقر رأي مجلس الأمناء وبالإجماع أيضا على أن تظل المحاور الثلاثة المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي هي المحاور التي سيجري النقاش حولها وسيجري أيضا تقسيم اللجان الفرعية التي ستمارس أعمالها في ظل هذه العلمية الثلاثة ترجمة نانسي قنقر